قعدت من 2005 لغاية ما اعلنت كان مثلا ايه من سنتين تقريبا او حاك كده الفترة دي كلها انا كنت خايف انه اول حاجة كنت عايز السوق يعرف انا لسه اسمي بالرصاص اه فخايف جدا انه يقول البعض خالد عيان وكان كمان لسه وقتها في جو كده اه اه مبالغ فيه يعني المرض الجديد علي مش عارفه ما عرفش ايه شكله بتوش طرقات فين اه لقيت واحد من اصدقائي فجأة اه انت كمان عندك قلت له اه لا ده في ناس كتير مننا وبتاع بعدها ابو اسبوعين لقيته بي اه عنده مشاكل كبيرة جدا اه دوروله على الكابل ايه ده ايه ده ايه ده الموضوع كبير جدا اه فخفت قوي انه يتردد الموضوع ده وانا ما صدقت انا عدت يعني حاجة وعشرين سنة طالعيني عشان اعرف اخش السوق بطريقة كويسة محترمة اه محترمة بالبعنى الفني يعني وال وال والفكر والانتماء الاجتماعي اللي فيه كمان بس جالك الفين وخمسة ده اه اه عتفاضل طويل اه اه وعند ثلاث سنين ما كانش عندي الفلوس الكافية النات عالي الحمد لله طبعا بعد كده يعني الحمد لله انما اه كان عندي ايه بقى ساعتها وماكنتش ساعتها كمان بصراحة يعني اه 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 وماكنش قريبا ربي اذا وماكنتش اه عندي اه يعني بمعنى ايه معنديش حاجة ابقى ماسك فيها قوي تخليني اقول اه اه حنتصر شوه فهمم؟ مفيش انت فجأة كده معندكش فلوس معندكش مقاومة الجسم كما كنت تتخيل عن نفسك لقتل عمر بلعب ليه اه ايه كلها العب قتالية يعني يعني فكرة انك بتقاتل برة ديه تمام فجأة القتال جوه عندك انت اه يعني انت بتتعلم رياضات عنيفة يعني القتالية فيقوم يبقى عدوك في الداخل اه تخيل شفت داخل الجسد شفت الخيانة خيانة وفي نفس الوقت زي ما اقولك مكانش عندي طاقة روحية تخليني يعني اه الله مدد يعني طب اعمل ايه فبدأت اعتمد على اه العزيمة والرياضة يعني كل يوم انزل اجري ومكنش عندي حتى فلوس اشترك في جيم كويس معقولة هذا اه ما ليه اه اه انا يا سيد واقل من مركز الطاقة الوسطى عارف لو الطاقة الوسطى تمتد وتا يعني ولها في تخومها تخش على البهوات وتخومها تخش على احنا مركز انا بقى الوسطى كل جيلي عيني بيجي يا اما ان يكون عصابي واما ان يكون في دائقة الحمد لله ابو كان رجل عصابي بس احنا ما عندناش اراضي ما عندناش اه بتاع يعني يعني علمنا كويس اوي وصفرنا ومتا بعد كده انا بقول ان انا كمل ساعدني وقف جنبي كتير اوي اه فعلي ان انا اخترت طريق صعب جدا كان علي ان انا كمان اكون عصابي وصبور علم عملت دا كله بقى عندي حاجة واربعين سنة ولسه بس دايما كنت حس انها ايه هي بتقرب بس انا بس اللي شايفها في الوقت دا ما عنديش امكانية يا دوب بدفع الايجار بتاعي يا دوب واجيب الاحتياجات الاساسية الاساسية دي يعني امكاني في البنزين والسجاير وبينو بلبيش مسلا احيانا اه ممكن طبعا اروح لبيت اهلي بس يعني انت الراجل بقيت عندك 40 سنة بدلا ما تخش عليهم بحاجة لو قاعدتا كل عدلوب ودخل منوك بتسترفوا انت مش ما تضرب بيدو بلبيش في المطبخ وخلاص مش عايز يا ابني حاجة دا متشكل جدا الحمد لله زالفول يا عم في الماضي انما احنا فخرين بكده فخرين انا واختي فخرين بابويا انا ومراتي فخرين بحماية المعنى دا المهنيين الاساسية تمام بس احنا النهاردة اكتشفنا انه طبعا فك يعني ظلم وقع على الجميع تقريبا يعني الغالبية على الغالبية هنتكلمة يعني جالك المرض لعندك فلوس ولا كنت قريب من ربنا يعني كل اسلحة المقاومة مش موجودة اه فاي اللي عندي بقى اه لن يقتل يعني فيروس الكبد انا سوف اقتله اه صورة الاسرار والنقوة والتدريب دا كان منفذ على فكرة العزيمة دي التحدي دا؟ دا يعالج؟ دا دا مع تفتح خيالك شوية كفنين مع تبدأ تنصت الى ما لم تكن يعني كنت معال انت الراديوهات والميكروفونات فمش قادر تسمع ال 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 الروح دا يعه لما تبدأ درجة بدرجة دا دا بعد كده اللي خلاني قامتا قلم شتات نفسي المباصرة انه كمان بقيت وده بحد الزيته على فكرة دا سلسل مصري جدا يعني بغير لي ما كم هتلاقي كل اه اه ابباطنا واجدادنا وابتاع في العشرينات الحياة لزازة مفيهاش تفكير في امور فضيعة في التلاتينات تبدأ تشت شوية واتروح اه في هتت كده يعني اه؟ تبعد عمل دين اوا تبعد عن المجتمع او تبعد عن بلدك او تبعد عن بلدك او تبعد عن بنين بن الاولز تبعدى تبعدى اربعين تبعدى تلمي الامور شوية خمسين بقيت ايه يعني اه راجل اه محترم وملتزي بقى ده 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 سلسل مصري جدا يعني جدا عشان كده انا ما بقيتش احب الحمقه اوليه خليهم لازم يلتزم ويليل وفي العشرينات هتبقى بتعمل حاجة خطيرة جدا يلتزم في العشرينات في الثلاثينات وبيفجها بعد كده في الارمعينات وفي الخمسينات بوزن دليل ده على اللي هامل اه يعني التدرج الطبيعي احسن والله ده اللي انا يعني شفته مش بقول هي بين نفس الشباب حتى سن كزا يعني اه 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 انا بقول زي ما اقول ده اللي كان قالها المصري الزمان برضو وورسناها انك من ابنك خوي وانه اه يعني مش حننباحه يعني قدرتنا على استيعاب الاخطاء وعلى هي دي ترى اللي بتبني بيها خبرتك من المنفذ ده ومن الطاقة دي اه ويحصل مواقف مؤينة خليك تبدأ تحن شوية تجاه ما كنت قاسي القلب فيه تجاه الكون كله تجاه مكتبعك اه مكتبعك اه مكتبعش منراوي او مكتبعش طب وجهة المرض ازاي اه وايه اللي خلاك اعلنت في لحظة معينة اخفيت من الفين وخمسة الكاملة قولتش بس بدأ يبقى فيه عندي مشاكل انه هو اول حاجة الفترة العلاج اللي هو بيه الاسرار فقط ده بعد شوية سنة ثلاثة بتبدأ تطمش المكملات بتاعته مثلا ما كنتش بتشرب خمور مثلا اوقفت الخبر لما عرفت ان عندك مش كلا في الكابد بعد سنتين ثلاثة لما معك فلوس ولا معك اه زاد روحي من اي حاجة ولا في اي ولا هتعلج فممكن تشرب فوقتها ده مش حاجة يعني مش 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 صح طبعا ان الكابد اه بيؤذي الكابد ايضا طب ممكن تلاقي نفسك اتحلفت في سكك فبتوصل لمرحلة كده اللي هي اه بعده يعني هي منفعش برضو تكملها كلها بناشيد و و و و سند باج وسوف ا اعمل كده وفي نفسها الوقت تلاقي نفسك بتتقدمش تكالي مرحلة احت الماط واكتئاب بس انا مش مستسلم ومنفعش اهوري الناس كمان اي حاجة فشربت فيها كتير يأسا خمور وقعدت وقعدت اه 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 تقلب ما بين اه يعني طب طب يا رب بقى ايه الحل اعمل ايه وبعدين انت اه تنزل تلك يوم طب انا هلتزم بقى واقع جردت كل الممكنات الى ان الحمد لله اصبح عندي نجاح في الشغل والنجاح في الشغل ده جاب لي طبعا نقلة مدية كبيرة جدا الحمد لله فاصبحت مركز عن انا هاخد العلاج حصلت جديد بقى لحياة تاني في وقتها انا الجديد وقفت بقى الشرب بقى او الحاجة اللي هتقزيني قربت وقتها من ربنا اكتر انه بدأ انت بقى فيه يعني حاجات يعني مش فاولة بقى ساعت بقى يعني انت بقى ليه الاصل بقى بقى شواء حاجات كويسة بتجيلك وانت فا اه وربنا بيسند ايوة وبعدين طب ايه انا حفلت اخطاء كتير وكنت فتك او بخبيها يا في خطأ فضيح اتفضح اسطر عاية فاسطر عليك فا يعني بسا تجي بقى تليوم كأنك بتبدأ تجبر شوية تتقل شوية مش مشكلتك خالص انك لازم تنشي على كتاب الموجودية في عند ولكن تابل لا بتبدأ تبقى اكتر طبيعية واكتر حكمة شوية بتكون من خبراتك انا عرفت عن اه جانب من التراث الاسلامي وفي جانب من التراث القبطي وجانب من التراث الاوروبي طب ما اعمل تشكيلة ده يصاحبه انك تبدأ تدي اعتبار ليه انه هننظم الرياضة جانب مرحلة اه ثورة على اه ثورة على النفس ثورة على اله واقبال على الحياة والرياضة والله اقبال على الحياة وتمام سانة ونصة باخد العقار بتاع الانترفيرون الانترفيرون مشكلتك اللازم هينا هقولي السوق غزبا عنه ليه؟ لانه لازم حيبقى له اثار جانبية فضيعة كممثل فضيعة ايه اثارها الجانبية؟ كراجل كإنسان كواسل يعني هو تأثيره لكل ده يعني قد يبقى له مشاكل فيه قد يؤسر لفترة بتاع التعاطية يعني هو بعد اما بتخلصه بيرجع تالي لكن ممكن بيعمل اكتئاب ممكن يعمل مشاكل في الجلد ممكن يعمل ممكن يعمل اه 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 مساكل في الجلد يعني انا يعني انا خلص يعني وانت تظهر على الشاشة افا يعني انا واكتئاب ده حتى يعني حقيقة ده غير كده بقى وتنسى المشكلة في التذكرة وعدم التركيز ده اللي انا عملت بيفيلم الفجوم ومسلسل خاتم سليمان مسلسل خاتم سليمان كله هتلاقيين يلابس هنا باب الدهس وفي الصراع مع هيجري اه يا سيد اه اه طب الظهر بقى اه يا اخوانا يعني طب يا غادة مش هفعل بس نفسكم خالص ده الصراع اللي تحت مع قدرتك عالتركيز بتقل واخم فضيع وفي يومين انت منكسر خالص يومين في الاسبوع في الاسبوع فلازم هقول للمنتج لان احنا بالكاد بناخد يوم لانه شغلنا صعب ممكن طبعا نتفلسف بقى ونقول انا اشتغل ثمانت ساعات كده انت بتتباح المنتج وانت هتبحت المنتج اللي هو يعني مقوم صناعة مصرية عشان برضو الناس اللي هي اللي بيغلط في الفن لا دي صناعة وطنية احنا بندخل فلوس لمصر وبننشر الشخصية الوطنية برا مش بنشتغل عاملين فيها ياس مستر وبتاع وتطلع الفلوس المصرية في البنوك اللي انت بتشتغل فيها والشركات الامريكية لبرا وتقول لي ابنك ست وقام اه لما احنا اه يعني فتبقى دمحت وقتبقى دمحت في الصناعة فاهم فا ومش فلسفة يعني الناس دي شغلتلي وانا لسه مش نجم ومش بطل ومش عارفين اه وخلاص وخالي بيدي انا كنت موف مرة من يوم باربعين الف كنيني خل بالنسبان لي رقب لا يمكن سداد واربعين مصر فاهم الحمد الله يعني مفاهمك الحياة هتعمل ازاي يعني مفاهم الحمد الله ففي الوقت ده لازم اشتغل إلا يومين لانه حيبقى وفي حاجة تانية اكتر من جيدة بقى يعني يعني سجلت مسلا النسبة اعزان اثنين في المية واشتغل رقب اثنين في المية اربعة في المية افتحار اكتئامي يعني عقار انترفينون تخير يعني هو يعالج فيروسي بس يصيبك بكل هذي الاعراب كان وقتها الشيء المتاح علميا وطبيا يعني انه هذا الفيروس الحقير بيخش هو ضعيف جدا يعني بيبني نفسه على مدى طويل قوي ومشكلته الاحيدة انه عنده زكاء انه اولا بيخش مع فيروسات تانية يعملوا بتحادات اه واحلاف وبتاع ونجمعه فلستاند وحاجات كده كل ده جوا جسمك وانت قعد تتضرب تدريبات قتالية ويحور الخلية اللي بيخشها لخدمته يحورها اه واحلاف مصر عندنا هو في اربع اه اه انواع جينية للفيروس ده فيه انواع الاسيا والاوكيانوس الامريكا اللاتينية والمداء ومصر نوع مصر اصبحت اسما لنوع من انواع اللوء هو اللى توطن عندنا انت عندك اصلا اامراض مزبلة completely systematically فاتحدت معه فلاقى مرت عليها فهو بقى مع بتاع البالهريسية مع المشارف ايه اه عمل تركيبة جينية خاصة جديدة ده لانا فيهم كل عالم الحكاية في النهاية سنة ونص طبع صارفت دم قلبي بس بسبب الانفوسك طب استني وانا انا نجي لي ارشين عشان احكي المشارفة على نفسي يعني فهروحت المانيا وفراخت عاجت افتصر الحمد لله يعني ليه المانيا بالتطور التكنولوج ده ما كانش في العالية؟ يعني سألته وقارفت كده انه وقت ما سألته الكلام ده كان قبل 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 يعني اه اينه يعالج رئيس الجمهورية اذا اه الم به مصهم في المانيا واينه يعالج اه كم اسم من اللي انا عارف انه امه قادرين يعني يعني اتعالج فين يا جماعة حيقولونه مثلا كذا اه فتكررت المانيا بالنسبة لي فروح ترايح يعني كل ده ما فيوش اي اه ما عادش جيك خدي من ايدي يوديني ده انا اللي سألت السؤال رئيس الجمهورية بتعليك فين؟ حدا قال لي انا اعرف بس انت كان لازم تسأل ايه الدولة الاكثر تخصصا سألته طبعا ما عاده كده في علاج فيروسي اه اه في الحقيقة والصح وده اللي بقولوا الناس هتبقى في مصر في مصر اه اه في مصر الاطباء بتوعنا اه اه متمرسين فيه ونفس حكاة في الجلدية على فكرة في الجلدية كمان وفي بعض اه اه الحاجات اه اللي هي تخص البيئة المصرية فهو بيبقى الطبيب المصري بيذاكرها اكتر اه المصري وبيعرف تعامل معها اكتر احنا مشكلتنا مش هنا احنا مشكلتنا في الانتاج الالاج وعشان كده لازم نفتح الباب لمحاولات جديدة لازم عندك الدواء بتاعك انت انتاجك مش هنعيش على مش هنعيش على الحضارة بقى احنا كل حاجة يعني هناخد من عندهم اللبس والعلاج والسلاح والأمح دا حاجة كارسة يعني مش محولة يعني والأدوية كمان يعني انت طب عشان الناس اللي مش هتقول للوقت تقول لك انت ما تظهرش ياري ايه او اللي ادي لك حاجة يقول لك لا لا دا مش مصد دا اسماني ويبوت ويصيني يعني فاهم بصدي اه بس انت دخلت على مرحلة في الآخر تعليكت طريقة اقول لنا السوق لابدت اقول للسوق ابتدى ناس كتبت مستلعة لان انا يعني والاي جدع انا كنت قدر تشتغل دخل بقى الحدث الكبير ان انا نزلت يوم 8-20 يناير دا انا واخد حولة الانترفيرون وده كان غباء مني طبعا لان انا اوتوماتيك ليه باخدها يوم الجمعة عشان ارايح جمعة وثبت تمام ففي جمعة اتا الغنب انا واخد الانترفيرون دي يسي بقى من الصبح فانت اه بتاخد سم اه بعيد عنك وعن السم فالسم دا الف به بتاعش بقى كنت بقى خمسة في اليومين دول سفرق قلتين بس عشان سم في سم في سم مش ما قولة يا فانتنزلت في وسط الغازات وفي وسط دا ففي لحظات كنت بموت فيها حرفين بعد دا بقى اصبح عندي بقى الله طب انا بدل من يعني بخايف بتاع دا لا دا بالعكس انا اقول للناس انا عادي بقى لس ايه وبقاومه وبقتله وانا كنت قدر اعمل كده وانا عندي خلسين سنة وأكيد انت تقدر يعني كشاب أكيد انت تقدر دا اللي انا كنت دايما بقصده لما مثلا او لما مخش اعمل جراحة مثلا اه في ايام الدسك في ظهري او ايام اه اه مرة عشان انا عندي مشكلات دائمة ومزمنة في الجيوب الأنفية وزي بقول حك في الفرص اللي بتاعك حتى اهلك ايوه جات فكرته ان يبقى عنده مشكلة الزابط في الجيوب الأنفية من ان انا كنت فعلا الحالة الاحتقاد دي انا عندي ستة شهر في السنة بس ف ستشهر في السنة مصاب بالخنافان بالخنافان او البتاع او دا حساسية دائمة يعني دائمة عامل ثلاث عمليات بينهم استعداد للحالة الحجز الأنفي وغضريف هنا وبتاع المو من لكم تصور بقى وابعت للناس صور وانا عامل ايه ان انا اصلي العمليات انه ما قادر على القتال والمقاومة والبتاع فالأسف لقيت اكتشافت ان بعد كده الرسالة مش وصلة صح مني يعني طبعا انت ايه دا نيرون دا ولا انت يعني انت مخلوق فضائي او مختلف تقولها ان كده الرسالة في امتغل قان انا بس اقول لك بص ان دي انا عظيم بس لما اقول لك ان دي انا بقاوم بتقاوم اه المقاومة هي الحكاية مش القوة دي لقطة مباوت والمقاطرين كلهم بس هل بطل البعض يجيبك في الشغل يعني كنت بقيت خلاص خالة الصو قبل ما كنتش في خالة الصو وبالتالي اسمك خلاص يعني اسمي وادائي معاه انه هو انت حتى لو حد كان خلاص بقى انا رسخت فكرة انه بعد ما خلصت على فكرة بقى ده في السوق بس كل الخاتر سليمان والفاجوب يعملتهم وانعيان عارف اللي هو قلعت القناعة في الاخر وطلعت ان انا الظابط اللي في اخر مش بالعصابة اللي هو يا جماعة انا عندي فيرس يمس قدرت ان انا الحمد لله اعدي منه خلاص ما يقدرش بعد كده يقول يعني حيلاقي ميت واحد يقول له عايزي منه